دكتور خالد أنا كنت بكلم من شوية على أن العلاقة ما بين مصر وإفريقيا هي علاقة توقم الملتصق قبل الانفصال مهما اتضربت أسفين وأنه عندنا علاقات سياسية طويلة جدا وعندنا مشاركات في حركات التحرر الإفريقي كنت بقول كان عندنا جمال عبدالناصر وعندنا نيكرومة وعندنا لمونبة ونلسون منديلا وميبيكي ودكتور يعني شراكة حقيقية على كل المستويات اليوم اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة ده كان هو اليوم بتاع تأسيس منظمة الوحدة لكن هيجي تقالي طب يا جماعة الكلام ده عد عليه سنين النهاردة مصر وإفريقيا فين من بعض خلينا حتى ناخدها من الشق الاقتصادي فين من بعض لو شفنا التجمعات اللي تم أهداثها خلال فترة وخصوصا تجمع الكوميسيا اللي قدر يعمل ارتباط وعلاقة تبادل تجاري بين مصر وبين دول الشرق افريقيا بين تجمع بين دول حوض النيل تجمع بين الاتحاد الافريقي ورئاسة مصر والسيد الرئيس عفتاح السيسي الاتحاد الافريقي في 2019 وما أحدثوا من ثورة هائلة في كل الوحدات وكل الأجهزة داخل الاتحاد الافريقي وكان كل الزعماء لأفريقيا يرغبون في نقل التجربة المصرية داخل الأراضي الافريقية بشكل عام لأن احنا لو شفنا افريقيا عدد سكانها 1.373 من 10 مليار نسمة 17.5 من اجمالي عدد السكان في العالم حجم الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 3% من اجمال الناتج العالمي المحلي حين انها أرض المواد الخام وقوة بشرية هائلة عندها قارة افريقيا تاني قارة في قارات العالم من حيث عدد المساحة وعدد السكان قارة افريقيا لمدة 500 سنة كانت معرضة للنهب والسلب من قبل قوى العظمى النهاردة احنا فين من ده اللي بيحصل في افريقيا ده افريقيا النهاردة 30% من اجمالي المواد التعدينية أو السروة التعدينية موجودة في افريقيا 12% من اجمالي احتياط البترول في افريقيا 8% غاز المكتشف إلى الآن انما ما زال في بحث واستكشاف على مزيد من حقول الغاز والبترول داخل افريقيا الدهب اكتر من 50% الالماظ اكتر من 43% اليورانيوم اليورانيوم 18% من اجمالي الصدرات العالم كل دي سروات 67% من اجمالي المساحة الصالحة للزراعة على مستوى العالم موجودة في افريقيا يعني افريقيا دي تبقى هي سلة غزاء العالم وتبقى هي اكبر تجمع صناعي في العالم وتبقى هي مصدر ثروات العالم وبالرغم من ذلك مساهمتها لا تتعدى 4% 3% من اجمال حجم النتج العالم طيب اشتركوا في القناة ورحبا اشتركوا في القناة